لم تقتصر نشاطات قطر على دعم الميليشيات المصنفة على لائحة الإرهاب دولياً لكنها الإمارة الخليجية الصغيرة التي سعت إلى السيطرة على رأي العام العالمي عن طريق شراء الحلفاء والدعمين فأبرمت عشرات العقود مع شركات العلاقات العامة وضخت ملايين الدولارات لتمويل منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وشراء مساحات إعلانية ومواد مدفوعة وبعد أن فقدت قناة الجزيرة مصداقيتها وباتت جرائمها في دعم الإرهاب ونشر الفوضى واضحة للعيان بات شائعاً خلال السنوات الأخيرة أن تمرر الدوحة رؤاها ومواقفها من خلال منصات خارج حدودها سواء بالعمل المباشر والتقارير المشتركة أو بوضع ناصر يتبعون منظمات حقوقية دولية أحدث تلك الصفقات جرت مع نادي الصحافة الأمريكي الذي أطلقت قطر تعاونها معه من خلال اتفاق لتسويق قضية مراسل شبكة الجزيرة محمود حسين المحتجز على ذمة قضايا داخل مصر وبحسب مصادر فإن شبكة الجزيرة تعمل من داخل نادي الصحافة الأمريكي وتبث كثيرا من موادها ولقاءاتها المباشرة عبر وحداتها من خلال تعاقد سخي يضاف إلى غيره من التمويلات المتدفقة عبر شبكات مالية مشبوهة تديرها أربع منظمات إخوانية وهو الأمر الذي يلخص أزمة هيكلية طالما تحدث عنها إعلاميون وقادة أمريكيون ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يتوقف عن انتقاد الصحافة والإعلام باعتبارها مؤسسات مأجورة وتؤكد ميجالة فورنبيج الأمريكية تعاقد الدوحة مع مجموعتين بورتلاند ويرسون مارستيلر لاستهداف الكونغرس والوكالات الفدرالية والأمنية ومجتمع الصحافة والإعلام لتوجيه دفتها في الأمور المتصلة بشؤون الدوحة أو مصالحها في المنطقة والعالم بينما كشف موقع ميمري سيطرة الإمارة على عديد من الصحف والمنصات الإعلامية وشراء ولاء كثيرين من الكتاب والصحفيين ورغم مساعي الدوحة للسيطرة على الرأي العام العالمي وفي القلب منها هذا التعاون الواضح بين شبكة الجزيرة ونادي الصحافة الأمريكي وتوظيف العلامات البارزة حول العالم في خدمة برامج دعائية فإن ذلك لن يغير مصار التقاد المعتمد داخل منظومة العدالة المصرية اشتركوا في القناة